أهلا ومرحبا بكم لمتابعة هذه النشرة في أشياء العراقي أفدت صحيفة المدى العراقية عن تأجيل جلسات البرلمان التي كانت مقررة اليوم لأعلان التشكيل الحكومية الجديدة لـ 48 ساعة وسط تهديدات أمنية وأشرت الصحيفة إلى احتمال تأجيل الموعد الجديد للجلسة أيضا بسبب عدم اكتمال أسماء الوزراء وتنافس المحتدم على المواقع الأمنية وكان الإطار التنسقي الذي يضم جميع القوى الشعية معدى التيار الصدري قد اتراجع عن طموحاته بتقديم حكومة كاملة حيث يسعى الآن إلى أعلان تشكيل بالحد الأدنى الذي يمكن رئيس الوزراء المكلف محمد شيع السوداني من استلام السلطة وفي السياق تشير مصادر عراقية إلى الحديث داخل الغرف المغلقة عن تسعيرة للمناصب السيادية والمتعلقة بوزارتي المالية والنفط وبحسب تسريبات يتم تداولها لمقربين من الإطار التنسقي فإن منصب وزير الدفاع وصل إلى 75 مليون دولار كما أشارت مصادر مقربة من السودان إلى انزعاجه من إصرار بعض القوى السياسية على تقديم أسماء بتخصصات بعيدة عن المنصب لتشغيل بعض الوزرات وفق تسريبات طرحت ثلاثة أسماء جديدة لتولي وزارة الدفاع التي يدور حولها خلاف كبير عقب تراجع اسم ثابت العباسي رئيس حركة حسم المنضوية تحت تحالف عزم خلافات شديدة أيضا يجري الحديث عنها بين ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح حول منصب وزير النفط قائمة جبهة تركومان العراق الموحد انتقدت أيضا عدم تخصيص مقعد وزري للمكون الرئيس الثالث في العراق ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة وهكذا يبدو أن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شيع السوداني أمام خيارات ليست بالسهلة من أجل تشكيل حكومته أبرز العقبات الخلافات على الحقائب الوزرية ورغم خلافات سياسية تبدو شكلية بين قوى الإطار التنسيق التي اضطرت لمنح السودان تفويضا مشروطا باختيار وزرائه من حصة المكون الشيعي فأن الخلافات ليست كذلك بين الكرد والسنة بحسب صحيفة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالمكونات الكردية فأن جماعة برزاني ليسوا في وارد التنازل لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني عما يعدونه حقهم في الوزرات تبقى لمقاله سياسي كرد مطلع على تفاصيل اللقاءات والمشاورات السياسية للشرق الأوسط وفيما يتعلق بالموقف السني فأن الخلافة بين السيادة بزعامة محمد الحلبوسي ورجل الأعمال خميس الخنجر وعزم بزعامة مثنى السم الرأي عاد إلى الواجهة بشأن طريقة حساب الأوزان الانتخابية وأضافت الشرق الأوسط أن السوداني وقوى الإطار التنسيقي ليريدون خسارة حليفهم السابق تحالف عزم بين قوسين الذي سندهم في ذروة الأزمة مع الصدر وهو ما جعل السوداني يجري مباحثات معهم على أمل إنهاء هذا النزاع يتركز الخلاف بين الطرفين السنيين حول حصص كل طرف منهما من الوزرات ومنصب رئاسة البرلمان هذا الخلاف السني السني مثله أيضا الكرد الكردي في حال استمر دون حسم فذلك يعني أن موعد تشكيل حكومة السوداني سيتأخر إلى وقت لاحق وفي ظل الخلافات على مناصب الحكومة المنتظرة عاد صوت الشارع ليعلوم مجددا حيث أصدرت شخصيات وتنسقيات قريبة من حراك تشرين ما اسمته بوثيقة مبادئ تشرين رأت فيه أن البلاد لا يمكن أن تتقدم بوجود أحزاب طائفية وقومية وصفتها بالمتطرفة في السلطة من جانب آخر عقدت اللجنة المركزية للانتخابات مؤتمرا أعلنت فيه رفضها التام لحكومة الإطار التنسيقي المزمع تشكيلها وبين هذين المسارين ثم تتجاهات أخرى يدعو بعضها إلى أحياء الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق احتجاجات الخامس والعشرين من أكتوبر من العام الفين وتسعة عشر ومن بغداد مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ معن الجبوري المستشار في وزارة الدفاع العراقية سابقا للتعليق على كل هذه التطورات المتعلقة بإمكانية تشكيل حكومة في وقت قريب من عدمه أهلا بك أستاذ معن برفقتنا مرة جديدة مع قناة الحدث كما تبعنا من خلال هذا التقرير طبعا رئيس الوزراء المكلف محمد شيع أمام خيارات ليست بالسهلة يعني هناك من يقول بأنها أمنية هل هي فعلا الخلافات على الحصص أم هناك فعلا مخاوف أمنية لتأجيل تشكيل الحكومة 48 ساعة مبدئيا وربما أكثر طابت أوقاتك سيدا أهلا بك السادة المشاهدين الضغط السياسي طبعا حتما ينعكس على تأخير تشكيل الحكومة وهذا ما دعا إلى تأجيل جلسة البرلمان إلى يوم الثلاثاء القادم نتيجة الضغوط التي يعاني منها السوداني بصراحة حول إرضاء هذا الطرف أو ذاك لأن الصراع كما تفضلت شيعي شيعي سني سني كردي كردي وطبعا الوزارات السيادية التي هي صاحبة الدسامة وتغري يسيل لعاب الأحزاب عليها من أجل تحقيق مكاسب طبعا لأن نعلم أن موازنات هذه الوزارات عالية جدا وتغري الأطراف في أن يحقق كل حزب منهم مكسبا كبيرا الوزارات الأمنية أكيد هي صاحبة الحظ الأكبر بالإضافة إلى النفط لكون موازناتها ولكون مكاسب تأمل هذه الأحزاب أن تحققها من خلال العقود وهذه ظاهرة حقيقة ظاهرة تسعير الوزارات بدأت في عام 2006 أول برلمان منتخب لأربع سنوات وأول حكومة كانت لأربع سنوات بدأت عروض وإغراءات في تقديم عشرات الملايين من الدولارات إلى هذا الحزب أو ذاك لغرض الحصول على هذا المكسب طبعا الوضع الأمني ليس بعيد نحن نعلم أن معظم الأحزاب الآن المتصارعة لديها ميليشيات لديها فصائل مسلحة ممكن أن تمارس دورها الضغط في استثمار هذه الأحزاب وهذا السلاح في الضغط على القوى الأخرى على الوضع الأمني في عموم العراق لغرض إيصار رسالة بأنها لا بد أن تكون في الحسبان أي تحتاج إلى هذه الوزارة أو تلك نعم يعني سيد معا هل فعلا هذه المزيدات حاصلة فيما يتعلق بالوزارات الدسمة كما سميتها وزارة الدفاع لسيما وصل المبلغ إلى 75 مليون دولار أيضا هناك وزارة المالية وزارة الدفاع كما ذكرنا ووزارات أخرى سيدتي بالنسبة للأرقام طبعا لا يمكن لأي طرف أن يؤكد هذه الوضعية ولكن حجم الخلاف حجم الخلاف الدائر بين القوى السياسية وما يتسرب من جلسات وحتما يعني هناك لقاءات لدينا لقاءات كثيرة مع الشخصيات معنية مع هذا الطرف أو ذاك التسريبات تؤكد أن هناك بزار معروض الآن وفيه مزايدات كثيرة وعذري في ذلك أن الإشكالية الكبيرة القائمة بين هذه الأحزاب وصلت إلى حد الصراعات إلى حد الخصومة إلى حد المساومات من أجل الحصول على هذه الوزارة أو تلك طبعا الهدف في الشارع العراقي يعلمه جيدا ليس تقديم الخدمات بأفضل وجه ليس تقديم الطموح المواطن العراقي ولكن تحقيق مكاسب أولا كدكاكين سياسية تمتلك منصات اقتصادية تستفيد من عقود هذه الوزارات وثانيا تحقيق مكاسب على المدى البعيد السياسي لغراض وبالتالي سيد معن هل حط الفساد مستمر يعني كان هناك حديث عن تغيير عن تقديم خدمات وإصلاحات كان هناك يعني ناس ذهبوا ضحية من أجل التغيير من أجل يعني أعطاء حقوق للمواطنين هل هذا برأيك سيصعد من الوضع ليجعل الأصوات تعلم جديد وينزلون إلى الشارع خصوصا وأن هناك تنسقية مبادئ كما تبعنا من قبل التشريميين حقيقة ما يلوح بالأفق من أن الأحزاب نفسها هي التي ستشكل الحكومة بصراحة ومن أن النظام الذي متبع الآن في حكومة السودان المرتقبة هو نفس الآلية ونفس النظام محاصصة ونقاط تحسب لهذا الطرف أو ذاك وكما ذكرنا يعني مؤشرات الفساد التي تلوح الآن فإذا كانت الولادة بهذه الطريقة لا يؤمن التغيير حقيقة هذا ما حفز الطرف الآخر كما تفضلت أيضا أن الشارع العراقي متأهد وخصوصا هناك دعم دولي الآن إلى هذه التظاهرات وإلى ما يسمى بالحركة التشرينية وتنسيقيات التظاهرات ومن ثم احتمال قوي بانضمان الصدر إليهم هذه المرة طبعا هذا أكدته السيدة بلاس خارت في إحاطتها بالأمم المتحدة ومجد السلام بأن المنظومة السياسية في العراق فاسدة بالمجمل وهناك إخفاقات كثيرة هذا أعطى زخما إلى هذه القوى المعارضة في أن حقيقة تخرج في تظاهرات بعد يومين أيضا من الآن بما يتناسب عقدة جلسة البرلمان بالتالي رسالة واضحة بأن الحال لم يتغير بسهولة على الواقع يعني كنا أيضا هناك حديث عن أن تكون الحكومة مشكلة بحدها الأدنى ربما هذا كان دليل جيد ولكن لا شيء مضمون حتى الآن سيد معا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة إذا ما كانت ستتشكل بالقريب العاجل في هذه الحالة هناك مخرج ضعيف يعني بصراحة يا سيد السوداني هو الإرقاء على بعض الوزراء السابقين الذين وزاراتهم الآن مع إشكال بين الكتل على سبيل المثال النفط والدفاع المالية الداخلية الإرقاء عليهم واعتبارهم ضمن تشكيلته الجديدة كي أولا المنافسة تخرج من أيدي هذه الأحزاب المتصارعة الآن من ناحية ثانيا يضعهم تحت المجهر إذا ما كانت نتائجهم في الحكومة القادمة مناسبة ضمن برنامج السوداني أو لا ولكن طبعا حتى الآن إذا ما أخفقت بعد بكرة الجلسة البرلمان حقيقة سيكون صراع كبير وسيضطر أعتقد السوداني إلى التخلي عن هذا التكليف لأنه سيصل حتما إلى قناعة بأنه لا يمكن تشكيل الحكومة يحقق النجاح من خلالها يعني ستعود اللعبة تدوير وجوه عملية تدوير وجوه والأحزاب نفسها يعني عودة لنفس السيناريو السابق ضيقة نعم أشكرك سيد معن على هذه المشاركة نعم هذا على الأرجح نعم أشكرك سيد معن لجبوري المستشار في وزارة الدفاع العراقية سابقا لهذه المشاركة معنا من بغداد رغم الخلافات القائمة بين الاتجاهات الممثلة والقريبة من حركة شرين الاحتجاجي فإن غالبية تلك الاتجاهات تلتقي عند إدانة النظام السياسي القائم وهي تتهمه بالفساد والطائفية مشددة على ضرورة أحداث تغيير جذري فيه بالتزام مع ذكرى السنوية الثالثة لانطلاق الاحتجاجات خرج الحركة التشريني بمسارين المسار الأول شخصيات وتنسيقيات تشرينية أصدرت ما سمتها بوثيقة مبادئ التشرين ورأت أن البلاد لا يمكن أن تتقدم بوجود أحزاب طائفية وقومية متطرفة في السلطة وبحسب وثيقة مبادئ تشرين التي صدرت فإنها تدعو إلى التحول من دولة الفساد والسلاح السياسي إلى دولة الأمن والمواطنة والديمقراطية والعدالة ورفاهية إلى جانب رفضها ديمقراطية المحاصصة وحكم الطوائف وتسييس الهويات الدينية والمذهبية والقومية وشددت الوثيقة على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني من النخب والكفاءات وتغيير الدستور وتحديد موعد انتخابات جديدة كما أن المسار الثاني والذي يمثله أو تمثله اللجنة المركزية للتظاهرات فقد رفض ما أسماها بحكومة ما الإطار التنسيق المزمع تشكيلها برئاسة محمد شيع السوداني لأنها تعتمد على المحاصصة وتقسيم المغاني في آخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق البحري مع لبنان وأوضحت صحيفة تايمز أوف إزريل أن المحكمة رفضت جميع الطعون الأربع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بما يمهد الطريق أمام مجلس الوزراء لإقرار الاتفاق يوم الخميس ونقلت الصحيفة عن المحكمة العليا قولها إن القضاة قرروا رفض الطعون بالإجماع دون نشر حيثيات القرار على الجبهة المقابلة ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن موعد تسلم الأمم المتحدة وواشنطن وثائق الموافقة اللبنانية والإسرائيلية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما لم يثبت بعد في ظل إرجاء وصول الوسيط الأمريكي في الملف آموس هوكشتاين إلى لبنان من الثلاثاء المقبل إلى يوم الأربعاء وإرجاء هوكشتاين زيارته بسبب تصحيحات إضافية تجري على النصوص الوثيقة التي سيسلمها إلى البلدين والتي على أساسها سيتسلم